دعونا تكلموا على أسماع، الجيش سماهم عصابة، تكلم سيمة أخو الرئيس وغيره 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 كله أخو الرئيس على رأسهم كان يكلمكم في الهاتف يعطيكم أوامر؟ أنا لم أكن في مستواب وش يكلمني أنا يولا يكلم هذاك فهمت، ما كلمت وما كلمني ولكن الأمور كيف كانت تدار؟ يعني بشكل رهيب، بشكل ما عندوش حتى لا يستند إلى أي مقياسة ومن عزل تبون؟ أنا أقول لك لورغاشي، هذه المجموعة الرأس المال الفاسد هي التي عزلت تبون أعطني أسماء؟ نقول ونتحمل أسماء، نتحمل مسؤوليتها كملت حمل مسؤولية، أعطني أسماء السيمة داني لا، نرى الأسماء، نقول لك هم معروفين أنا أقول لك اجتمعوا عشرين شخص في لوراثي عدد تهم، يعني لمن يدير لكن هذو ميقبوش يصدر القرار باسم الرئاسة، من أعطى القرار؟ لا، فيهم آخر رئيس آخر رئيس هو الذي سبح لهم بالاجتماع وهو الذي أوح لهم بالاجتماع وهو الذي كذا هم هذو اجتمعوا وأنا ذا قلوب اللي انتهى تبون السيناريو الذي وقعه لحكم التبون عندما مست مصالح هذه الناس وأقصد بهم حداد وغيره وكون يناف كون يناف هو كان من يعين وزارة وهما معروفين تبون عينوهما؟ والوزارة تبون هما عينوه؟ لا، لم عينوهشهم من عينوه تبون؟ تبون لم يكن ماغوش من الجماع أبداً لأنه لو كان من الناس اللي يقدموا المصالحة لهم لما كان يروح سيلو كونترير يعني هو كان اسمح لي بالعبارة كان عكس التيار تماماً هو كان يعمل على فصل المال على السياسة وأنا أعود إلى الوراء قليلاً القضية هذه لم تكن وليدة اليوم بل هي وليدة ماجي عبدالعزيز بوتفليقى للحكم أثناء تنصيب الحملة المدير الحملة الانتخابية هنا ذاك الذين كانوا يتقدمون ويرحبهم ويتزاحمون على مديرية الحملة هم هؤلاء الطومة وسميها عصابة اللي أرادت أن تصل إلى دوالب الحكم عن طريق الأموال وبالفعل كان من بينهم رجل من ذكروا بالاسم حداد أنا ذاك كان ندفع مبلغ عندما قالوا مبلغ هذا كبير شوية قالوا أنا سوف أسترجع عشر أمثل متل موسيقى موسيقى